أكد معالي السيد علي بن صالح الصالح رئيس مجلس الشورى أن مملكة البحرين اتخذت خطوات رائدة في التصدي لفيروس كورونا لضمان الصحة وسلامة المواطنين والمقيمين وذلك التزاما بتوجيهات جلالة الملك المفدى وبجهود فريق البحرين بقيادة سمولي العهد رئيس مجلس الوزراء شاء ذلك خلال كلمة مسجلة لمعاليه ضمن أعمال المؤتمر العالمي الخامس لرؤساء البرلمانات لا شك أن المستجدات التي نعيشها اليوم بسبب جائحة كورونا والتي لامست تأثيراتها مختلف المجالات قد شكلت أبرز التحديات التي خصصت الدول جهدها الأكبر لمواجهتها وأنه لمن دواعي الفخر أن تكون مملكة البحرين من بين الدول الرائدة التي واكبت أعلى المعايير الدولية في مجال توفير الخدمات الصحية وتعاملت وفق قيم الإنسانية لضمان صحة وسلامة الجميع من مواطنين ومقيمين ونحن في مملكة البحرين نفخر بالدور الكبير الذي تحضى به المرأة البحرينية نتيزة للرؤية الاستراتيجية الوطنية المتكاملة التي تستشرف المستقبل وحتياجاته النابع من صميم المشروع الإصلاحي الشامل لعاهل البلاد المفدة حفظه الله ورعاه الذي أرسى دعائم تمكين المرأة في مختلف المجالات ونيلها لكابفة حقوقها الأمر الذي أدى إلى دعم مكانة المرأة البحرينية إن مملكة البحرين دعمت كافة جهود المجتمع الدولي في جميع المحافر الدولية المتصلة بمكافحة الإرهاب كما أنه تم ترسيخ خطاب الاعتدال والتعايش السلمي المشترك في استراتيجيات العمل الوطني البحريني في مختلف المجالات وعلى جميع الأصعدة